السلام عليكم ومرحبا بكم في حصة جديدة على كازاكوب.com نشوف في الحلسة اليوم السلسلة رقم واحد من السلسلة التمارين درس المجموعات الاعتية ديها اللي كاقصد بمجموعة NZQR اللي هو درس من دروس الجدع المشترك العلمي نشوفه ان شاء الله في التمارين قاعدية اللي كتفكركم في السنوات الفارطة منها نشوفه غير التذكير على المثال نشوفه التمارين الاول هذا اللي متعلق بالاعداد الكسرية التمارين في احسن فرق مجموع جودع وخارج عددين كسريين على بركتي لا العدد الاول عديه هو A كي ساوي اثنان ناقص ثلاثة على اثنان هذا لابد تحسب هذا كلا قاعدة معاقلين عليها انا عاربين عن اغلبية ذلكم معاقلين عليها وهي كنضربوا البسط الاول في المقام الثاني مثلا جوج جوج كنضربوا البسط الثاني في المقام الثاني يعني ثلاثة في واحد وكنضربوا المقامين في بعدياتهم واحد في جوج كنبقى لغير نحسب جوج جوج ربعة ناقص ثلاثة في واحد ثلاثة واحد في جوج جوج كنبقى لغير ناقص ثلاثة هي واحد على اثنان وهكذا كنكون جوبت على السؤال ديلي ببساطة هذا طبعا نظرها اه تمانين سهل جدا جدا لانه غير الشي ديلي البتدائي انا كنذكركم به نشوفوا داب بي هو واحد على ستا زائد خمسة على اربعة هذا عندنا مجموع مجموع هنا نقدر نتبقى عيدة ليش في الاول او لا كانت طريقة اخرى قدرنا نستعملها وهو البحث على البي بي سا ام ديال المقامين ليست على ستا واربعة البي بي سا ام هو المضاعف المشترك الاصغر را كان قليته في الدرس الاول في هاد السنة الدراسية الدرس ديال مجموعة مجموعة العدسة طبيعية ومبادئ في الحسابيات يلا بتو ترجعو الدرس راكينا على كيزاكو بون كوم بتشو كيفاش لقينا بي بي سا ام ديال ستاق واربعة كيساوي 12 هذا كيمثل ليه المقام الموحد كنحطوه التحت في النتيجة عندي واذا كيبقى ليه البسط شاكش في البسط مثلا كناخد المقام الموحد ديلي هو 12 كنقسموه على المقام وكندربوه في البسط الفوق يعني انا 12 على 6 هو جوج في 1 هو جوج زائد هناخد 12 انقسموه على 4 اللي هو المقام في البسط الفوق اللي هو 5 12 على 4 هو 3 3 في 5 هي 15 وكشبتموه 15 هنا جوج زائد 15 هي 17 على 12 هذا الشي بسيط لما ما ما فيش هاجه اللي بغيت نذكركم بيه وانا تقدروا استعمله بيب اسا ايم حساب دي البيب اسا ايم ليششوف درس الاول هات السنة هذي نشوف ده بسي اللي كتمتليه جودة عددين كسريين ليه خمسة في ثلاثة على عشرة قاعدة سالة ليحساب جودة عددين كسريين كتضرب البسط في البسط يعني خمسة في ثلاثة وكتضرب المقام في المقام اللي هو واحد في عشرة كتضرب خمسة في ثلاثة هي 15 وواحد في عشرة هو عشرة تسالينا نشوف ده بادي الحالة الاخيرة وهي القسمة منك يكون عندي جودة خارج عددين كسريين يعني اثنان متين في الميتر عندنا اثنان على خمسة على ثمانية على عشرة القاعدة كتقول ليه هو انك نحط الكسر للفوق في مقلوب الكسر للتحت يعني في عشرة على ثمانية المقلوب ذي الثمانية على عشرة هو عشرة على ثمانية يعني الكسر كيولي مقام والمقام كيولي بعرفون البسط كيولي مقام مقام كيولي بسط وهنا كنتبقوا الجودة كين حاجة اخرى اللي بغيت نفكركم بها هو الاختزال مثلا عشرة وخمسة قدر نقسمه بجوج على خمسة الاختزال هو انك ناخد من الفوق ومن التحت كنقسم على نفس العدد مثلا هنا قسمت جوج وربعة على جوج جوج على جوج اضعتني واحد وربعة على جوج اضعتني جوج وكيبقاليا نضرب واحد في واحد وواحد في جوج وبالتالي كنت جوبت على التمرين ذيالي هذا هو الاختزال إلا عندكم شي سؤال وليش حاجة بلليكم ما فهمتواش يمكن ليكم ترح السؤال ذيالكم في الكومنتر التحت التمرين الثاني عندنا واحد العدد في متغيرات اللي هم A و B و C هذه المتغيرات معرفين القيمة ديالهم وهو واحد ناقص اثنان وثلاثة على التوالي الهدف من الثاني هو تبسيط القيمة A أشوف الثاني كيفاش نحيده الأقواس وبالسعمال النشر منك يكون عدي عدد قبل القوس وشنو كندير؟ طبعا الشاركات تعرفوا ليه ما تشيي إلا تذكير الواحد لي ما كانش عندهم علمات هنا نورو بأن المطر سهل منشي شي هاجة صعيبة ودقي ناقص اثنان ث collections نرى ناقص في esempio هي ناقص اثنان في ا كذلك بالنسبة لल Grey ناقص مع زائد ناقص واثنان فيين بي س عندي ناقص مع ناقص هي زائد اثنان الس ناقص تلاتة في زائد A هي ناقص تلاتة A ناقص 3 في ناقص B هي زائد ثلات P ع slotsatorio زائد ربعة في الس هي زائدiamo 4 السي لأن الس عنده إشارة زائد وزايد أربعة في ناقص A هي ناقص أربعة A وزايد أربعة في زايد B هي زايد أربعة B هنا لقد تعرفوا الجدء للإشارات إذا كان إشارتين مختلفتين فكتسوي لي ناقص نفس الإشارة كتعطني زايد دابا نجمعه في مبالي النفس المتغير كنحطه محطة بعضياته باش ننظم الكتاب الذين سهلا للحساب مثلا هنا ناقص اثنان بي زايد ثلاثة بي زايد ربعة بي وغير بقاولية اللي فيهم السي عندي تما زايد اثنان السي وكل عدد طبعا كنحطة مع الإشارة دياله نا زايد أربعة السي هنا الأعداد معاملات ديال اللي مضربين في A نديرهم بوحدة بين قوسين وما ناقص اثنان ناقص ثلاثة وناقص أربعة هذو كامل معاملات ديال A هذا كنسميه التعميل ناقص اثنان وزايد ثلاثة وزايد أربعة هما الأعداد اللي مضربين في B بينما زايد اثنان زايد أربعة هذو هما اللي مضربين في السي ناقص اثنان ناقص ثلاثة ناقص أربعة هي ناقص تسعة طبعا في A ناقص اثنان زايد ثلاثة زايد أربعة هي زايد خمسة طبعا في B و اثنان زي الاربعة هو تمتلية ستة طبعا مضربة في السبيل طبعا نعوضه A عندي هي واحد B عندي هي ناقص اثنان والسي عندي هي ثلاثة طبعا كذلوا بين القوسين دي ما حاولوا استعملوا الاقواس باش ما تغلطوش الاشارات طبعا نحسبوا هذه المسطات عندي تماجودة عندي ناقص تسعة في واحد هي ناقص تسعة زائد خمسة في ناقص اثنان هي ناقص عشرة لان اشارة مختلفتان و هنا زائد ستة في زائد ثلاثة هي زائد ثمانية عشر نجمع السالي بوحدو الموجب بوحدو ناقص تسعود ناقص عشرة هي ناقص تعتاش زائد ثمنتاش A تساوي ناقص واحد لانهما عددان لوما اشارتان مختلفتان نحتاج بالاشارة العدد الاكبر ناقص القيمة مطلقة و نطرح هالشي كامل فهو علاقة قريتهم في الاعداد في السابعة والثامنة نتمنى انما يكون شايتكم صعوبة لانه الشيء أبسط البسط نتمنى تكونوا استخدموا في الحصة اليوم و نضرب لكم موعد في حصة أخرى لا تشوفوا فيها ان شاء الله تمارين يكونوا قاسحين و شوية كيخدموا المادة الرمادية و على موعدنا نتلقى بكم في حصة أخرى على كازاكوب.com كان معكم مرضوان السلام عليكم اشتركوا في القناة